بسم الله الرحمن الرحيم الأزيز مدرسة أكاديمي سكول Second Grade Revision Learners Book and Activity Book بسم الله الرحمن الرحيم روضته مدرسة أكاديمية العيزة النموذجية الصف الثاني مراجعة الكتاب الملون والغي ملون Hello everyone How are you today? I hope you are fine Now Open your Learners Book page 85 ابتح كتابك الملون صفحة رقم 85 Let's start I will relax here أنا سوف أستريح أو أسترخي هنا إستخدمنا هنا صيغة Simple Future Tense المستقبل البسيط وضعنا el Subject which is the pronoun I ثم will بمعنى سوفة ثم وضعنا الفعل المجرد I will relax here will إذن تعني سوفة here هنا Picture number two Doctor Doctor D-O-C-T-O-R Doctor دكتور تعني طبيب My brother is a doctor أخي هو طبيب إذن دكتور تعني طبيب دكتور تعني طبيب وجمعها Doctors أطباء إذن دكتور طبيب ودكتورز أطباء Picture number three Sad Sad هي عبارة عن صفة بمعنى حزين Sad He is sad هو حزين Picture number four Scared تعني خائف Scared إذن هاجكتف وهي عبارة عن صفة وتكتب S-C-A-R-E-D Scared Now Look at these pictures انظروا لهذه الصور Picture number one Farmer 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 تعني مزارع وجمعها Farmers أي مزارعون Farmer is a noun وهي عبارة عن اسم Farmer He is a farmer هو مزارع Picture number two Firefighter Firefighter تعني رجل الإطفاء أو إطفائي وجمعها Firefighters They are firefighters هم إطفائيون إذن Firefighter تعني إطفائي نلاحظ أن حرفي الجي والأج معا لا يلفضان في كلمة Firefighter Picture number three Pilot 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 تعني طيار For example When I grow up I will be a pilot عندما أكبر سوف أصبح طيارا إذن Pilot تعني طيار Police officer Police officer تعني ضابط Police officer Now look at these pictures انظروا إلى هذه الصور Picture number one Nurse Nurse تعني ممرضة She is a nurse هي ممرضة إذن Nurse تعني ممرضة News reporter وتعني مراسلة أخبار إذن مراسلة في الأخبار News reporter When I grow up I will be a news reporter عندما أكبر سوف أصبح News reporter وتعني مراسلة أخبار Picture number three Lawyer Lawyer تعني محامي أو محامية For example He is a lawyer هو محامن She is a lawyer هي محامية Picture number four Beautiful Beautiful تعني جميل Beautiful جميل وعكسها أقلي بيعنى بشع Beautiful is an adjective وهي عبارة عن صفة بمعنى جميل Amazing Amazing تعني رائع This house is amazing إذن Amazing تعني رائع Adorable وتكتب A-D-O-R-A-B-L-E Adorable is an adjective The last picture Teacher Teacher وتعني معلم أو معلمة For example I am a teacher أنا معلمة He is a teacher هو معلم She is a teacher هي معلمة Now Open your activity book page 79 ابتح كتابك الغر ملون صفحة رقم 79 Write a story Write تعني أكتب Story قصة Write a story أكتب قصة Now Look at this picture انظروا إلى هذه الصورة I went to a farm أنا ذهبت إلى مزرعة I تعني أنا Went بمعنى ذهبت أي في الماضي Farm تعني مزرعة وتكتب F-A-R-M Farm I went to a farm أنا ذهبت إلى مزرعة There was a beautiful farm كان هناك مزرعة جميلة كما قلنا أن beautiful تعني جميل وهي عبارة عن صفة سبخت الاسم Farm بمعنى مزرعة There was a beautiful farm كان هناك مزرعة جميلة There was a brown lovely horse وكان هناك حصان لطيف لونه بني Brown تعني بني Lovely تعني لطيف horse حصان And There was an amazing colorful peacock ستنى هنا was مع المفرد وتستخدم was في الماضي بمعنى كان واض إذن تستخدم مع المفرد أما where فتستخدم مع الجمع Amazing is an adjective هي عبارة عن صفة بمعنى رائع Colorful أيضا هي عبارة عن صفة بمعنى ملون Peacock is a noun هي عبارة عن اسم بمعنى طاوس Some flowers wear red Some تعني بعض وتستخدم مع أسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة Countable noun and uncountable noun إذن تستخدم مع الاسم المعدود وأيضا تستخدم مع الاسم الغير معدود Flowers تعني ورود أو زهور إذن جاءت بعد Some جاء بعد Some اسم والأسماء قد تكون أسماء معدودة وأسماء غير معدودة وصم تأتي مع كليهما أي تأتي مع الأسماء المعدودة أي التي نستطيع عدها والأسماء أيضا غير معدودة Red تعني أحمر And somewhere yellow وبعضها الآخر أصفر And somewhere purple وبعضها الآخر بنفس J What about our homework today? ما المطلوب مننا من واجبات لهذا اليوم؟ المطلوب هو حل صفحة رقم 81 من الكتاب الغير ملوان إذن المطلوب هو حل صفحة رقم 81 من الكتاب الغير ملوان Good luck Your teacher نادي المهيرات Good bye كل عام وأنتم بألف خير Good bye